مرحبا بكم أصدقائي في مكون التطبيقات الكتابية مجال المهن والحرف الوحدة الرابعة الأسبوع الثاني أنجز على دفتري أكمل الجدول الآتي الضمائر التي لدينا هي أنت أنت أنا هو هي والأزمنة هي مضارع أمر ماض والأفعال هي تصيح دوري نمت إذن لنفكر قليلا قبل الجواب الجواب هو أنت تصيحين أنا أصيح هو يصيح هي تصيح وبالنسبة للأمر أنت دور وبالنسبة للماضي أنت نمت أنا نمت هو نام هي نامت ثانيا أحول كل جملة حسب المطلوب أنا صمت رمضان لدينا أبي أمي أنا أسير بمهن لدينا أنت أنتي الجملة الأولى في زمن الماضي والجملة الثانية في زمن المضارع إذن نفكر كالعادة قبل الجواب الجواب هو الجواب هو أبي صام رمضان أمي صامت رمضان الجملة الموالية أنت تسير بمهل أنت تسيرين بمهل ثالثا أكتب كل كلمة مما يأتي في المكان المناسب لدينا منبهرا منهمكا صامتا كاشفا متنقلا إذن هذه الكلمات نضعها في مكانها المناسب في الفقرة أسفل لنفكر قليلا قبل الجواب الجواب هو إذا شاهدت البيطرية منهمكا في عمله متنقلا بين الحيوانات المريضة كاشفا عما تعاني من مرض يشتغل صامتا لا يسألها ولا هي تجيب فإنك ستقف منبهرا به رابعا أحاكي الأسلوب الآتي لدينا ما أروع ما يقوم به طبيب البيطري إذن لنكتب الجواب ونستخدم ما وكذلك ما والجواب الذي يمكن أن نكتبه مثلا ما أجمل ما ترسمه الرسامة خامسا خامسا أضيف إلى كل كلمة صفة كما في المثال ثعلب ماكر صفة الثعلب هي ماكر لدينا طبيب حيوان مرض إذن نكتب لكل كلمة من هذه الكلمات صفة مناسبة لها لنفكر قبل الجواب الصفات التي يمكن أن نضيفها هي طبيب بارع نصفه بالبارع حيوان أليف نصف الحيوان بالأليف مرض خطير نصف المرض بالخطير ويمكن أن نستخدم صفات أخرى إلى هنا أصدقائي ننتهي من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمكون التطبيقات الكتابية نترككم في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر